أيضا كان فيه مثلا أنتو كان لكوا موقف في كيليو باترا الطبية في مجموعة كيليو باترا الطبية لو تشرح للناس الموقف في الجهاز موقف في الجهاز حاليا زي كافة الناس في السوق سمعنا أن هناك استحواز مزمع ما بين كيليو باترا و ألميدا هم دول مجموعتين من مجموعة الطبية بالضبط مجموعتين يملكوا عدد من المستشفيات التي تستهدف الفئة ألف وباء من المستهلكين شاف الجهاز أنه فيه هدف أو فيه ضرر ممكن ينشأ علمه نفسه وبالتالي أصدر تقرير مادئي بأن هناك concern أو هناك قلق في هذا الاستحواز وبالتالي بنقوم حاليا بعمل دراسة مفصلة على هذا الاستحواز والحقيقة الشركات تجاوبت معنا و هيقدموا طلب للإعفاء في الفترة القادمة